طيب أنا أحكي لكم شيء اليوم خطر لي والله سبحان الله العظيم من آيات الله يا أخي أنا قرأت في صلاة الجمعة آيات سورة النور صح؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي نظرة شاهية أي نظرة لما لا يحل ما قالوا أبصارهم لو قلوا أبصارهم نقعد ننشع عميان نقع نخبط في الشوارع لا لا الله قال لك عادي ما تكون متذبك ما تكون فناتك خليك عادي هل رأيت شيء محرم؟ لا نظر ما خلص لا لا حاشي الله واضح؟ فالله قال ماذا؟ يعضوا من أبصارهم يعني المطلوب الغضي عن عما حرم الله عما لا يرضي الله ويحفظ فروجه كأنه قال لك طريق حفظ الفرج غضي غضي البصار طبعا الآن لو سألت أي عالم في الأعصاب وفي علم الجنس يقول له من أكبر عضو جنسي في الإنسان ما سأقول لك؟ الدماغ طبعا أكبر وأهم عضو جنسي يعرفين ما هو؟ الدماغ الجنس تسعيف المية هنا هنا ليس في الأعضاء نفسها طبعا تعرف أنت معلم حالات العنة والضعف والعجز الجنسي أسبابها نفسية ليس عضوية ما رأيك؟ الكمية الأكبر منها نفسية فالدماغ كيف يتفكر وكيف يتخير وكيف يتوهم ما يريدون كذا؟ هذه هي القضية كلها في الدماغ ستصبح واضح؟ فالله قال لك طريق الحفظ يبدأ بحفظ البصر قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر ترى لا الذي كله أنت عليه قادر ولا عن بعضه أنت صابر لا أنت جادر تعمل الشغلات هذا كلها اليوم الواحد لديك عشرين فتاة جميلة صح ولا؟ وكل واحد أجبا من الثاني ولا طلعت من هنا بشي حاسرة بس عارف ما طلعت؟ تشوف زوجتك التي يمكن أن ألف شاب غيرك تمنىها ويكون لديه نصف جمالها تشوفها إزبالة هذا الثلاث في أنت لأنك ما شاء الله ماشي تلسكوب تطلع في كل مكان فأنت فقال لك لا أغض بصرك ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع الله قال لك أنا شايفك يعلم خائنة الأعجل وما تخفي شايفك أنا عينك والرائحة وتطلع على ما بدها غضها عما حرم الله تحفظ فرجك بإذن الله والمؤمنات نفس الإشي الجزاء ما يصير؟ شوف العجيب يا أخي القرآن يا أخي ما أجمل والله العظيم الله نور السماوات والأرض الله أكبر قال لك بدك التنوير يصل عندك نور في البصيرة تحكم في البصر احفظ بصرك عما حرم الله إذا حفظت بصرك عما حرم الله فتح الله عين بصيرتك الله أكبر يصير عندك فراسة إيمانية بإذن الله تعالى ما بتنخدع في الناس وما بتنخدع في الأمور وبتعرف خيرك من شرك هذا صح هذا غلط هذا آه هذا لا بيعون الله تعالى وبتلمسها لأمس اليد دخل مرة سيدنا أنس بالمالك رضونا على الصحابة الجليل على سيدنا عثمان ذن ورين اللي بتستحم منه الملائكة في صحيح مظلم نبي غطى الفخر يا عائشة قلت له رسول الله يعني دخل أبو بكر ودخل عمر ودخل عثمان قالها يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة الملائكة قالها بتستحم من عثمان الأدب اللي عنده وهو القائل في أثر مشهور ذكرته مرة في خطبة قديمة قال لا والله مذ أسلمت ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست بيميني ولا مسست بيميني ذكري لأني بايعت بها رسول الله يا الله ما رغي هذا فعله ملك هذا قال ما تغنيت يعني قلت لحن وكذا وهل رأى الحب السكارة ما فيش منها بطلت غناء القرآن لحن القرآن ستقول لي وأنت عدنان أنت حللت أه حللت قلت لك مش تابت حرمتها ولو تسأل لي كم تسمع أقول لك أقل مما تظن معظم سماعي القرآن الكريم أنا سماعي يا عبد الباسط الدكتور أحمد العنع الله يمد في عمره يا رب الدكتور الجميل هذا ثروة قومية لمصر أحمد العنع ثروة والله العظيم الله يمد في عمره ما أجمل شكله وما أجمل صوته ومقاماته وقشعر بدني والمنشاوي ومستصعي هذا سماعي سماعي الوجود كله القرآن الكريم بالأصوات الجميلة اللي الله يعني سبحان الله هذا يخلقهم مثلها الله أعلم الله على كل شيء قدير آياته هذا سماعي بصراحة لا تقول لك يا غنى ما لكن لا يمكنني أن أحرمه عليك وليس لأني أن أسمعي أقول لك أن أحرم عليك حاشا لا لا يمكنني على الله أنا رأيك هذا ليس محرم ما ثبت شعر متوق وحتى لما ثبت شعر متوق أنا أقول لك أو أنصح أحد أحبه وأحب له الخير أنه يبالغ في هذه الأشياء بصراحة لا تبالغش حبت بالغ؟ في سماع القرآن هذه نصيحتي بصراحة بصراحة والله العظيم ستجد نفسك لما تدمن سماع القرآن الكريم اللهم أدمننا على سماعه بعد خمس ست سنين ستجد نفسك والله بالسهل حافظ لك خمس عشر جزء من غير ما تعرف نجيب لك العيب تكون راكر ثلاثين آيات لأنك سمعتها مئة مرة أنت من الشيخ وجودها وتجويد مئة مرة فتحفظها فتجد نفسك سورة مثل الأنبياء كلها عندك نقص لك خمس ست آيات حافظها سورة مريم حافظها سورته حافظها العمران نصها البقرة ليس عاربة لماذا بدك حسنا؟ نرجع إذن نقول إيشاء اللهم صدع على سيد محمد سيدنا عثمان قال ما تغنيتوا ولا تمنيتوا ولا تمنيتوا اختلفوا في تفسير هذه العبارة الراجح أنه تمنيتوا بمعنى كذبتوا من منا إذا قدر لأن الكاذب قبل أن يكذب يقدر الكلام في نفسه فيقال تمناه فهو قال يقول أنا لم أكذبتش يا الله موت أسلم ولا مرة كذبت ولا تغنيت وطربت بكلام الجاهلية وكلام الشعراء ولمسست بيميني ذكري لأني بايعت بها رسول الله ففعلا الملائكة تستحي منهم فالنبي قال أنا كيف لا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة فأنا ازدخل على سيدنا عثمان التي تستحي من الملائكة التي لم يمستش بيد ذكره من يوم أسلم شوف شوف الرخي النظافة ستقول لي هذا كله توقيرا لمقام رسول الله أمنوا به وعزروه ونصروه فكيف التوقير لرب العالمين ما لكم لا ترجون لله وقاره إذا هذا توقير عثمان للرسول أنا ما يجدرش به كمسلم كمسلم أوقّر رب العالمين لا تروني من فوق وأعمل هذه القادرات أمامه لا إله إليه يا حيف علي يا حيف ما أعمل هذا حاشر الله والله سيحسن جزائك يعرف كيف يجزيك عاد ويعطيك ويستعلك في كل شيء بإذن الله تعالى المهم فدخل أنس عليه أول ما رأى سيدنا عثمان عثمان خليفة كان أيامها قال يدخل أحدكم علي وفي عينيه أثر الزنا والعينان تزنيان وزناهما النظر في الصحيحين فأنس قال له يا أمير المؤمنين أوحيوا بعد النبوة؟ جفهيد قال لك؟ هذا الصحابي صادق له واحد مننا ماذا تعني يا أمير المؤمنين؟ يعني حاله أنا ماذا قال لك؟ انفضحت أنا واعترف وقال له الحديث قال وكنت وأنا في طريقي إلى عثمان وقع عيني أو وقعت أي عيناي على امرأة وتأملت محاسنة ترى صدق الصحابة؟ مش زينة ترى يا عايش لهينة في الحرام يعمل حاله شيخ الأولياء لأنني محبوش من النفاق هذا عنده بصدق قال لك أنا مليت عيني منها فالمهم فأنا السكر الصحابة هذا أهل الصدق ذولة والصفاء قال فتأملت محاسنة مليت عيني منها قال شوف تبليح فقال عثمان لا لا وحي بعد النبوة ولكن بصيرة وبرهان وفراسة صادقة قال تبارك وتعالى شوف القرآن قد لك شيء غريب أنتوا فهمتم على إيه القصة هنا؟ القصة بعد ما الله إيش قال قال المسلمين المؤمنين يغضوا أبصارهم يحفظ غروجهم المؤمنات كذلك بعدين زوجوا الأولاد والبنات وليس زوجوا زوجوا العبيد والإماء لا استعفوا واحد مش قادر يزوج يستعف أه؟ واللي يستعف قال الأيات إحنا هذا آية النور وبعد ما خلص إيش قال أه؟ ولا ما الصحيح؟ وموعدة المتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوري كأنه بقول لك هذا باب التنوير غض البصر وحفظ الفرج والعفة استعف احفظ بصرك وفرجك وتعفف يصطع بعون الله نور الرب في إيه؟ في ساح وفضائف آدك بصير عندك في راسة تعرف الحق من الباطن والصادق من الكاذب والصح من الغلط بعون الله ولا تُخدع ولا بقدر يُخدعوك في راسة إلهية مثل فرسسيان عدمان وفي حديث ابن المبارك في الزهد وغيره قال عليه الصلاة وأفضل السلام اتقوا في راسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله نور إلهي أغرب من هيك كمان ارجعوا سورة الحجر بتلاحظوا في سورة الحجر يا أخواني أنه الله تحدث عن قوم لوط أصحاب الفواحش واللي أتوا فاحشة ما سبقهم من أحد من العالمين الشواذ اللي انحرفوا والعياذوا بالله انحرفوا فطرتهم أصلاً وسويتهم البشرية وبعد ما الله تحدث عنهم كيف أهلكهم مدمرهم ما قال؟ إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال مجاهد ابن جبر للمتفرسين فأخذ منها بعض العلماء قال لك فيها إشارة إلى أن من حفظ فرجه ومشى على قانون الشرع في هذا الباب في بابه الغريزة تقيل أنا أرى الله بصيرته وأصبح من أهل فراسة صح ولذلك أبو الفوارس سيد أحد أولياء الأمة اسمه أبو الفوارس شاه ابن شجاع الكرماني قدّص الله أحد عيّمي بس كان هو الكبير صالح من عمّر ظاهره باتباع السنة اتباع سنة رسول الله وباطنه بدوام المراقبة مراقبة من؟ رب العالمين دائمًا الله شايفك دائمًا 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 هكّ خلّك هكّ باستمراء لسا لسا قال لك من عمّر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وحفظ فرجه وكف بصره وداوم على أكل الحلال لم تخطئ له في رأسه واحد يقول لي من وين فهمها خاذوا لأهل الله فكفوا القرآن زينا يقول القرآن يفهم أسراره وواطنه وإشاراته سياقاته سباقه لحاقه يفهمه هذا النور أصل النور يريدك نور العفة العفة حفظ البصر وحفظ الفرج وحفظ الهم والنية والخيال ما تسمحش لخيالك يا شطح اصحى استغفر الله من خيال تبعك واضح حد نفسك تصير لديك نور إلهي بإذن الله تعالى ستقول لي وين يا أخي فرق كبير لما تصير هذا العبد المنور هذا العبد المتروحن المتأله المتربد تدرك ليس البون الواسع والمدى الشاسع الهو الفلكية بينك الآن بينك اليوم وبينك قبل سنين حين كنت غارقا في وهدة البهيمية القادرتية هذه سبحان الله وإن كنت وصلت شيء آخر خلقا آخر هناك أقل من حيوان وهنا رصيف الملك جنب جنب الملائكة وفي حديث الخرائط في اعتليا القلوب وغيره يقول الله تبارك وتعالى وإن كان الحديث مقطوعا أيها الشاب التارك شهوته من أجل المبتذل شبابه لي أنت عنديك بعض ملائكتي شاب وتعمل هيك شاب شاب والشهو عندك تفرخ الصخر لا الحكومة يتحكم فيها والقلب يهو ويتمنى وكذا وإلحاح تقول لا إني أخاف الله سبعتني ظلهم الله في ظله ورجل صح أو لا النبي قال كل عين باكية يوم القيامة حديث الإمام الحاكم في المستدر كل حيبعد يبكي يوم بكاء إلا عينا شوف استثناء هذا منصوبة إلا عينا غضت عن محارم الله لا يبكيش حيبعد فرحان يعني في الدنيا فرحانه وفي الأهل تبعانه في الدنيا فرحان شهوة ما فيه في لذة وفي سعادة كما قلنا أبدله الله رأت الإمام يدوها في قلبه إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا باتت تحرص في سبيل الله وعينا خرج منها أمثال رؤوس الذباب من خشية الله البكاء خاف الله خاف الله ببكي هذه الأعيون أو العيون الثلاثة يوم القيامة لا تبكي اللهم اجعلنا من أصحابها ثلاثتها تخيل من ساهم في عرزتهم وتنويرهم صح ولا ولو ساهمنا واحد في المليار ممتاز خير وبركة وإن شاء الله يجعل زينا ملايين يزاهمون هننقذ وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله اقتنعتوا ستذهبوا وتفيدوا فيها ناس ثانيا وتفيدوا آباء وإمهات آخرين ولا مالصحيح شباب آخرين ليس بس أولادكم غير وغير وتكتبوا على الفيس وتعمل وتبحث لحالك وتجيب معلومات أخرى وتذكر لماذا لا؟ ساهم هذه الحراسة في سبيل الله تحرص الأمة ومستقبل الأمة بإذن الله تبارك وتعالى أعتقد كلام طويل أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع